تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة منح جلالته الدكتورة الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية تقديرا وتكريما لدور جلالته في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات وما يقدمه جلالته رعاه الله من مبادرات خلاقة وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن هذا الاحتفاء والتقدير الدولي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يضاف إلى مسيرة العطاء التي يقودها جلالته بكل حكمة وحنكة واقتدار والتي جعلت لمملكة البحرين مكانة مرموقة وتحظى بالاحترام والتقدير والإشادة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر